شهدت محافظة نينوى خلال عام 2020 أعنف صراع سياسي منذ تحريرها وتغير فيها العديد من مدرع الدوائر الحكومية تحت عنوان المحاصصة أما أمنيا فلم تشهد الموصل أي خرق خلال هذا العام باستثناء المناطق النائية في أقضية نينوى التي ما تزال بعض الخلايا النائمة متواجدة فيها والعمليات العسكرية مستمرة لملاحقة هذه الخلايا وإلى ملف النازحين فقد تقلص عدد المخيمات من ستة مخيمات إلى مخيمين فقط سيبقى فيهما العوائل التي لا تستطيع العودة مطلقا بالإضافة إلى عوائل عناصر التنظيم المطلوبة عشائريا أما فيما يخص واقع الصحة فلم يختلف عما سبقه من أعوام ماضية فلا تزال ست مستشفيات رئيسية لم يعد إعمار أي منها بصورة كاملة والاعتماد حتى اليوم على المواقع البديلة والكارفانية أما فيما يخص الخدمات فقد تحسنت في عموم المحافظة بصورة نسبية لكن ما تزال نينوى بحاجة إلى ميزانيات ضخمة بحسب كلام الحكومة المحلية وإلى ملف التعويضات فلا يزال هناك أكثر من خمسين ألف متضرر لم يعوض حتى اليوم وألاف المعاملات لم تنجز وحال ذوي الجرحى والشهداء صعب رغم مرور سنوات على تحرير المحافظة أما التعليم فقد تبنت المنظمات الدولية وصندوق إعادة الإعمار وتنمية الأقاليم ترميم وتأهيل أكثر من ألفين مدرسة في عموم المحافظة أما إلى جسور الموصل التي ما يزال الموصليون يعانون منها حتى اليوم فلم يعد سوى إعمار جسرين فقط من أصل ستة جسور مدمرة وإلى ملف المطار فلا تزال المحافظة حتى اليوم دون مطار دولية وإلى شمالها فلا يزال قضاء سنجار أكثر الأقضية سخونة ويشهد نزاعا ومشاكل عديدة من بينها الشرخ المجتمعي وتواجد عناصر البككي في جبال سنجار بالإضافة إلى تعدد جهات القرار رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية بين بغداد وكردستان هذا كان حال محافظة نينوا في عام الفين وعشرين وينتظر اليوم سكانها عاما آخر على أمل أن يتغير واقع الحال فيها وتشفى من جراح الحرب من الموصل محمود الجماس قناة التغيير اشتركوا في القناة